نخش على ايه بعد كده اشيف نخش على شوية سامبوسة حلوين كلنا بنسأل على السوشيال ميديا اشيف مغازي انا بقلف السامبوسة بالجبنة بتفك مني في قلب الزيت وارد بقلف السامبوسة باللحمة بتفك مني في قلب الزيت وارد فتعالوا نعملها مع بعض سريعا كده واحنا شغالين اه معانا لحمة مفرومة نشوفوا المئادير بعد ازدى حضراتكم لحمة مفرومة متعصجة على النار حالو لحمة مفرومة متعصجة زي الفل حالو ومع علاقتين دقيق وطبعة بصل أو تومة لتحمير اللحمة اللطيفة الحالو حالو الكلام دورك يا شيف بوغازة تعلمني النهاردة ازاي في أول أيام الشهر الكريم نلف سنبوسة علشان نعزم حماتي ونعزم قريبي لأنهم بيحبوا يأكلوا السنبوسة من إيدي بس ما بعرفش ألف كبية كبيرة بتاخد وقت كبير مني الورقة العنب أسهل منها تعالي مع بعض دلوقتي حالا ويخلي بالك معي العجينة بتتكيبيها من عند أي حد بتاع كنافة دي بتتباع تفاصيل بقى في الشهر الكريم بتاع الكنافة في الشارع بتاع لقمة القاضي بتاع الزلابية بتاع القطايف الحاجات دي بيلاقيها دايما في بداية الشهر الكريم أه لحمة المفرومة معي عيد ودي العجينة بفكها كده أه زي في إيدي كده وبسكيز على أصابع إيدي كده محطوطة إزاي فرساني تلفزير المصري لأساتذر المصورين حبيبي أه بين أصابع إيدي الأربعة بنزل بالعجينة بالشكل ده كده أه وأخذ الشوية اللحمة المفرومين أه تبعد اللحمة ما تبرد هو تحط اللحمة سخلة في قلب العجينة العجينة هتتقطع منك وهتفشل منك أه ولف في كده أه شفت السرعة أه وأقفلها بالديق مش بالبيل أه شايفين السنبوس أه تاني أه العجينة هاي معي أه زي طلع في إيديه زي الفل أه بتاخدش معي أقل من ثانية ازبط الطايم معي يا فاروق حبيبي كورسان طيب وكل فريق العمل حبيبي اللي معي فورسانة تفزون المصري أه 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 ابتاخد شوية حابص على البسبوسة دلوقتي عينية أه 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 كمان واحدة أخيرة هطلع فاصل صغير وأنا بألف السنبوسة دي كده خدونه فاصل كده علشان إيه هدخل حكت في الفرن أه 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 سريعة أه أه زي الفل أه يلا هنطلع فاصل صغير وبعد الفاصل تفاصيل جميلة لطبق فول بالقطة ومعنا كمان سنبوسة هر حمارة في الزيت ما تنسوش البسبوسة بالسمنة والسكر والعسل أه تروحوا بعيد تابعوني بعد الفاصل إيه الحلاوة اللي عم الشيف سمعينوا الصوت ده صوت له تفاصيل جواه إيه بقى جبنة لحمة مفرومة فراخ مفرومة تشكيلة من الجبن جامباري أه الله مصلى على النبي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر